السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك يا حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حياة النهاردة معنا فيديو جديد وخبر جديد وزاي ما متعودين هنصلى على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله خبر اللي معنا النهاردة عن الظروف الصحية اللي بتمر بيها الفنانة دلال عبدالعزيز وهل فعلا الفنانة دلال عبدالعزيز عرفت خبر وفاة زوجها ولا لا وازاي اخفوا عنها الخبر ده ده اللي هنعرفه مع بعض فيه تفاصيل الخبر بتاعنا لايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد اكد رامي ردوان امبارح في برنامجه على دي ام سي وقال ان الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز لسه لحد دلوقتي في مرحلة الخطر مش معنى ان هي عملت المسحة وطلعت سلبية في ان هي اتعافت لقى قال المشكلة ان مش في كورونا المشكلة اللي بعد كورونا مرحلة التعافي اصعب بكتير من مرحلة كورونا وقال ان هي بتواجه ضغط وتعب شديد جدا فكلنا ندعي لها وقال على الاشعاعات اللي طلعت ان هي حضرت الجنازة قال الكلام ده محصلش هي محضرتش الجنازة ولا اصلا تعرف خبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم اكد على ده كمان وقال احنا كل يوم بنبقى متواجدين مع دلال عبدالعزيز ما بنسيبهاش ل24 ساعة حتى قبل وفاة سمير غانم وده كان موقف صعبي جدا لما عرفنا خبر وفاة سمير غانم وطبعا كلنا مش كنا متواجدين معاها علشان كنا مع الفنان سمير غانم في اخر لحظاته الاخيرة مرحلة دفنه مرحلة تغسيله كل حاجة فطبعا ازاي كانوا هيخبوا عنها ده فكل واحد فيهم طلع بسيناريو ليها واخترعوا لها حجة ان هما مش موجودين وقال دلال عبدالعزيز اللي دايما كانت بتقف جنب الصغير والكبير عمرها ما ثابت اي حد سواء في الوسط الفني او خارج الوسط الفني وقال ان هي دايما حتى وهي تعبانة شايلة هم زميلها وشايلة هم الناس اللي هي يعني بتساعدهم ودايما تقعد تقول لهم ما تنسوش تبعاته لده وتعملوا لده ما تضمنوش ظروف الناس ايه وقال ان احنا مش خايفين من كورونا احنا طول الوقت واحنا جنبها ما بنسيبهاش وقال ان هما خبوا عنها خبر وفاة سامير غانم كمان ومعرفوهاش وقال ان حتى في القوضة بتاعتها كان في شاشة هم خافوا ان هي تعرف الاخبار من التلفزيون فاضطروا ان هما يفصلوا الشاشة دي كمان وقالوا لها ان في عطل في المستشفى في الشاشات ويخبوا عنها الخبر ده بس طبعا هو بيقول انا متأكد ان هي حاسة لاني ده رفيق عمرها ورفيق ضربها ربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه يا رب ويجعل مسواه الجنة ويشفيها وترجع لبناتها بالسلامة الفنانة دلال عبدالعزيز فنانة محترمة جدا وعمرها ما كانت بتأثر مع اي حد فطبعا هما زعلانين جدا من اللي عملته يسرى ويلهام شهين ولبلبة وان هما يوم وفات والدهم والد امي سامير غانم ودنيا سامير غانم الفنان الكبير سامير غانم رحوا الفرح وقعدوا يرقصوا ويعملوا الحاجات اللي هما عملوها دي فطبعا بنات سامير غانم زعلوا لان والدهم ووالدتهم ما كانوش بيسيبوا اي حد ودايما كانوا بقدروا الكل فصعب عليهم ان يوم وفات باباهم ما يلاقوش الناس اللي هما اكتر حد ليهم وقف جنبهم وده كان كلام رومي ردوان لما قال ان في اقرب ناس ليهم اتخلوا عنهم وقت محتاجوهم وكان بيقصد بالكلام ده يسرى ويلهام شهين اللي كانوا دايما صحاب لدلال عبدالعزيز وما كانوش بيسيبوها ووقت شدتهم اتخلى عنهم وكمان اشاد بالشكر لكل اللي وقف جنبهم وكان يقصد بالكلام ده فنانة مرفة امين وفاء عامر فنانة هلا صدقي اكيد هما الناس اللي وقفت جنبهم وطبعا امي كانت زعلانة جدا من موقف يسرى اللي كمان بعد ما عملت اللي هي عملته طلعت تصريح وقالت ان كلنا هنموت وان هي عملت الواجب وان محدش ليه عندها اي حاجة فطبعا ده اصار غضب بنات سامير غانب ازاي انتوا كده ازاي منافقين ازاي قدامنا بوش ومن ورانا بوش يعني الصبح بتعيطه بتصرخه وبالليل بترقصه بتغيصه يعني ايه النفاق اللي انتم فيه ده فطبعا ربنا يتولاهم برحمته ويشفي الفنانة دلال عبدالعزيز لو وصلتوا معايا لحد هنا لايك وشير وفعلوا زر الجرس والسلام عليكم ورحمة الله